سر المعبسات الأخت ذكرت سؤالين سأعلق عليهما السؤال الأول جميع ما ذكر في القرآن كان قد ذكر من قبل فما هو الجديد إن كان هناك نصوص وكتب أقدم منه السؤال الثاني من خلق الله زمنيا قبل القرآن لكنها لم تكن حقائق مثبته على سبيل المثال الشمس اعتقد الناس في السابق بدوران الشمس لكن على سبيل المثال عندما تحدث القرآن عن الشكل الكروي للأرض كان الفلاسفة الإغريق يعتقدون بكروية الأرض لكن لم يصدقهم أحد أي أن نسبة قليلة من العلوم المثبثة اليوم والذي ذكرها القرآن كانت مذكورة قبل ذلك هؤلاء الفلاسفة نفسهما اعتقدوا بأن الأرض مركز الكون وهو أمر خاطئ كليا لو أن منه نظرية كذكر من قبل وجاء محمد صلى الله عليه وسلم واختار النظرية الوحيدة الصحيح هذا غير ممكن لكن هذه الأمور لم تكن مثبتة في زمن القرآن كما أن يكون القرآن كذكر الأمر الصحيح الوحيد من بين مئات الأمور الخاطئة بالصدفة قد تصدق مرة واحدة لكن ليس آلاف المرات وهو الله سبحانه وتعالى لذا أتفق معك لكن هذا الجزء من العلم الذي ذكر قبل القرآن هو جزء صغير لكنه مخلوط مع أجزاء أخرى خاطئة معظم الناس عندما يحاولون إثبات وجود الله يقولون أن لكل شيء خالق من صنعه وهكذا كيف جئت لهذا العلم من أنجبك والدك ومن أنجب والدك جدك هكذا حتى نصل إلى الله من صنع هذا الميكروفون المصنع ومن صنع المصنع ومن ثم يحاولون إثبات من خلق الشمس الله ومن خلق القمر وهكذا لذا استنادا على هذه الطريقة يحاولون إثبات أن لكل شيء خالق بالنسبة لي وكما تحدثت اليوم أنا لم أقل إطلاقا أن لكل شيء خالق للملحدين من قالوا أن أول من يتحدث عن طريقة عمل الكون يكون هو خالقه أنا لم أقل هذا أنا قلت أن كل شيء مخلوق له خالق لكن بالتعريف فإن الله تعالى هو غير مخلوق على سبيل الوساء أفترض أن صديقي جاء وقال لي أن صديقه جون قد دخل المشفى ثم أنجب ولداً غضيعاً فهل الغضيع صبي أم بنت؟ الأخ جون أنجب طفلاً في المشفى؟ هل الطفل ذكراً أم أنسى؟ الأخ جون أنجب طفلاً؟ هل يمكنك أن تخمني؟ لا يمكنك هل يمكن لأحد من الجمهور أن يخمن؟ كيف لرجل أن ينجب طفلاً؟ إذن السؤال في الأصل غير منطقي وبنفس المنطق فإن تعريف الله إنه غير مخلوق أتمنى أن يكون هذا قد أجاب على سؤالك أتمنى أن أقول قد أجبت على سؤالك شكراً على المحاضرات الجميلة والمفيدة عن القرآن ككلكم ككلام الله كما ذكرت أنت في القرآن هو كلام الله أنا فقط أريد أن أسألك من خلق الإله؟ ما هو أصل الإله؟ الأخ سأل سؤالاً جيداً وهو إذا كان القرآن هو كلام الله فمن هو خالق الإله؟ هذا سؤال جيد إذا سألتك أخي بأن صديقك جون ولد طفلاً هل يمكن أن تخمن بأن هذا الطفل ولداً أم بنت؟ صديقك جون ولد طفلاً في المشف هل يمكن أن تخمن أن الطفل ولداً أم بنتاً؟ هيا لا ولد أم بنت لا يمكن أن أخمن أنا لا أخمن صحيح بنسبة خمسين في المائة فأنت على صواب نعم خمسين في المائة نصف فرصة تستطيع أن تخبرني ولداً؟ هل يمكن أن يلد الرجل طفلاً؟ لا إذا هل هو ولد أم بنت؟ كلاهما جزء من البشر أنا أسألك صديقك جون أشك بأن أحدهما اسمه جون لا يمكن أن تسميه حسناً هل كان ولداً أم بنتا؟ إذا جاء رجل للمستشفى وولد طفلاً فهل الطفل ولد أم بنت؟ هل يمكن أن يلد الرجل طفلاً؟ لا الآن قد فهم لا يمكن أن يلد الرجل طفلاً فأين سؤال؟ كونه ولداً أم بنتاً؟ إذن من التعريف الإله غير مخلوق فسؤالك من خلق الإله؟ يشبه سؤالي لك صديقك رجل وولد وولد طفلاً فهل هذا الطفل ولد أم بنت؟ السؤال غير منطقي لأنه بالتعريف الرجل لا يمكن أن يلد طفلاً فأين سؤال كونه ولداً أم بنتا؟ فعند النقاش مع الملحدين أنا لم أقل أبداً أن لكل شيء خالق أنا قلت كل شيء مخلوق له خالق لكن الإله غير مخلوق بالتعريف اللحظة التي أذكر فيها من هو خالق الإله فهو ليس بإله ولم يكن له كفواً أحد لذلك بالتعريف الإله غير مخلوق حسناً شكراً لك